قال المدير العام لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص مطلق الصانع ان هناك عدد من المشاريع المدرجة في خطة البلاد التنموية منها ثلاثة مشاريع بنظام الشراكة وصلت الى المراحل النهائية بانتظار طرحها في العام المقبل واضاف الصانع في كلمة له خلال مؤتمر يورو ماني ان الهيئة تحضر حاليا لعدد من المشاريع البنية التحتية لطرحها كمشاريع وفق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص اضافة الى جهودها بتوعية المجتمع والرأي العام الكويتي باهمية هذه الانظمة من المشاريع وفائدها على الاقتصاد الوطني